ازايكم اخباركم ايه يا رب تكونوا كلكم بخير معكم زمالتكم اسرقش حياتة فرقة سبتة هنشرح محاضرة البروتين متابوليز نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قبل ما نبدأ بس حابين نفتكر زمالنا ندعي لهم ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيحة جناته في ما قولة بتقول لو ان الناس كلما استصابوا امرا انتركوه مقامة للناس دنيا ولادين يعني ايه ممكن حاجة قبلك صعبة اكيد اه طب هنسيبها يعني خلاص بقى مش عايزين بقى الحاجات ديات وخلاص لا في ما قولة تانية بتقول ما لا يدرك كله لا يدرك كله فخلاص بقى خد على قد ما تقدر يعني وفي ما قوله احسن واحسن بتقول ان الله اذا كلف اعين فهو ربنا كلفك بمهمة وحطك في مكان فانت ان شاء الله قده وهيعينك ان انت تعمل اللي عليك فيه يعني فانت تعمل اللي عليك وربنا يقدرك بازن الله نبدأ محضرتنا بازن الله احنا هنتكلم عن النهاردة هنتكلم اول حاجة عن البروتين الكيميستري بتاعه السورسز بيجي منين ايه هي اهميته بيحصلوا تورن اوفر او بيكسر ازاي وايه الديجيشن والابزوربشن بتاعه في عنوان كبير اسم مش كبير او يعني بس مهمة يعني وبيجي اه الامين واسد هنتكلم ازاي تكونت وايه هي الفيت بتاعها الميتابوليزم اوف الامونيا هنتكلم الامونيا ديت ازاي الاخر خالص هتخرج من الجسم وهنتكلم عن اليوريا سايكل والامينو اسد درايفيتف والنان بروتين نيترويجناس كومبوند واخر حاجة البلازما بروتين اه يبان ان العنوان كبيرة كتير يعني بس كل عنوان مفهوش كلام كتير فان شاء الله لما حضرتكم سهلة اهم حاجة ركزوا معي ويحاولوا تكرروا كلام احنا هنقرروا ان شاء الله بحاولوا تكرروا انتم معي بسموا اول مرة بتركيزوا وبفهم وقرروا تاني مرة بحس تغروجوا من المحاضرة محتاجين قرية بس بازن الله نبدأ بسم الله قبل ما نبدأ كده انا عايز اقول لكم على شوية حاجات يعني كده هتسهل لنا طول ما احنا مشيون في المحاضرة اول حاجة احنا عارفين ان البرتين بيتكون من ايه بيتكون من امينو اسد تمام الامينو اسد ده بيتكون يعني تركيبته ايه عشان هنحتاجه كل شوية بقى نفتكر بقى الكمية العضوية والحاجات دي ومجموعة امونيا ان اتش سري وهيدروجيناية عشان بس وهنا الارضية بتختلف من كل حمضة امينة للتاني والاتش دي عشان نكمل تكافأ القربون اللي هو الرباعي تمام يبقى كده عندنا ايه الديت مجموعة كاربوكسيل ومجموعة ايه اه ومجموعة والامينو جروب جمعة امونيا يبقى الحاجات ديت الاسسية في تكوين الامينو اسد ليه عشان بعد كده احنا ما نجي ان بقى نكونه ونشوف النهاية بتاعته ومش عارفة ايه هنكلم عن كل واحدة في يوم فنحط بس الرسمة دي في دماغنا كده دلوقتي طيب عايزين برضو نعرف ان الامينو اسد دي عباره عن نوعين فين هو اسمه استنشيال امينو اسد استنشيال وان هو اسمه نون استنشيال هي لو ترجمة يعني حرفية استنشيال اساسي ونون استنشيال ليست اساسي بسي الامينو اسد مش كده معنى ايه استنشيال ونون استنشيال في الامينو اسيد يعني هو بيتصنع في الجسم ولا لأ لو استنشيال ما بيتصنعش في الجسم فلازم ااخده في الضتpan يبدو هو الجسم بيقدر يستنع له فانا لازم اخذ الضتpan في بعض الاستنشيال응و اسيد طيب نون استنشيال dir يعني ما بيتصنع في الجسم عادي فما بخذوش في الضت impossibility Not in the Court 겁ards viable يبقى انا مش هاخده في الضايت مش هاخده فين في الضايت ليه لان الجسم بتاعي قادر يصنعه اما ده بيت ايه بيت اه ما بيتصنعش في الجسم فانا لازم اخده في الضايت آآ عايزين بس نعرف المعلومتين دول كده ولو قابلنا حاجة نقولها بقى طيب نبدأ في اول حاجة البروتين آآ كيمستري البروتين بيتكون ازاي هو عبارة عن قلنا لارج مليكيول بيتكون من ملطبل امانو اسيد يبقى هو بيتكون من ملطبل امانو اسيد بيمسكه في بعض ببطاية بومت تمام آآ وبيعملوا بقى الوصفة بتاعتهم في البضيب اهم حاجة بس ان هو بيتكون من ملطبل امانو اسيد وبيمسكه في بعض بايه ببطاية بومت ايه هي السورسز بتاعي السورسز عندنا معظم الحاجات لاما انيمل سورس الايما بلانت سورس الايما بلانت سورس الانيمال سورس وده الاشهر اللي هو الميت اللحمة او الدايري برو دكت اللي هي منتجة الالبين البلانت سورس في حبوب بقى او بكليات زي مثلا الفول زي مثلا العتس زي مثلا الفاصولية الحاجات دي كلها آآ فيها بروتين فيها بروتين يعني وبتعتبر بلانت سورس يبقى جرينز او ليجنز وحبوب او بكليات والميت واللحمة والابنتجات الالبين دول انيمل سورس تمام يبقى دي بس ملخص السليت سريعا احنا قلنا البروتين عبارة عن ملطابل امين اسد مسكين في بعض البلبي بتاية بوند سورس بتاعه حكتين لاما انيمال لاما بلانت انيمال ميت او دي ري برو داكتس وي بلانت الجرينز او الليجونز طيب بعد كده ايه هي البيولوجيكال فاليو البيولوجيكال فاليو بتاع البروتين يعني هي اصلا بيولوجيكال فاليو يعني قدرة البروتين اللي هو يمد الجسم بالاماين واسد اللي عشان يكون بقى ايه حاجات تانية الاماين اسد هنعرفها ان هي بتكون بروتين وحاجات تانية فبدخل في تكوين البروتين وحاجات تانية فانا هعوز الايه البروتين دا عشان اكسره فاخد منه الاماين اسد فتستخدم في ايه تكوين البروتين برضو تاني اللي الجسم هيحتاجه وتكوين الحاجات التانية اللي احنا هنقولها بعد كده يبقى هي عبارة عن ايه البيولوجيكال فاليو بتاع البروتين الابielك Nairobiяс البروتين اللي انا باكله ابب PATL اللي هو يمد الجسم بالاماين واسدegt يبقى هي يمد الجسم بالاماين واسد اللي اهانا محتاجها تمام كده يبقى دي يبقى ايه الديفينيشان بتاعه طويب امثلة على البيولوجيكال فاليو بتاع البروتين لنفس السورسسЯز بس هو اسمها الك هنا بقى فيه وفيه الaces بال tote ل Familie اللي هي النهي efficiency أن breوتين اللي ميت اللي هو اللحمل هيهم منتجة ال Courpark كل هم بيولوجيك defolue الحاجات الثانية هي بس بالرغم من كده بيقولك إن في معظم النباتات بيبقى لها üyuntu жеum ومش كل النباتات لها لوو لا في معظم نباتات لاها Te llegar دورة تمام لما يأكل ليجون وهو شعرين مع بعض اللي هم بكليات او الحبوب دول دول كلهم بيبقوا ايه بيصاب لي اديكوا تقموا تقفوا الامينو اسد يعني بيعتبروا كهي بيولوجيكال فاليو برضو بس الاساسي عندنا اللي هما الايه الانيميل بروتين يبقى يعني ايه بيولوجيكال فاليو اوفر بروتين اللي هو قابلتي اوفر الدياتري بروتين تبروفايد الباضي وزقول استينشيال امينو اسد القدرة البروتين ده انه هو يديني احتياجات الجسم بتاعي من الامينو اسد تمام وقلنا في نوعين لاما هاي بيولوجيكال فاليو لاما لو بيولوجيكال فاليو والهاي بيولوجيكال فاليو الانيميل واللو بيولوجيكال فاليو البلانت اه والبلانت دول في منهم بعض النباتات بيبقوا هاي بيولوجيكال برضو مش لو تمام كده ماشي باخدنا لحد دلوقتي الكيميستري والسورسيس والفاليو اللي هي يعتبر نفس السورسيس اوي بس قسمناها هاي او لو بيولوجيكال فاليو تمام كده طيب بعد كده البروتين تيرن اوفر بيقول يعني ملخص اللي صليت دي مش مهمة قوي اللي حتة احنا قلناها في الاول يعني بس ملخصة ان البروتين بيبقى له الهوف لايف بتاعه بيبقى قليل قوي او بيقعد يعني في الجسم فترة قليلة قوي فبالتالي بيتكسر ويتجدد باستمرار يعني الجسم على طول في حالة تكوين وتكسير للبروتين على طول على عكس الكربوهيدريت والفات اللي ممكن يعودوا في الجسم فترة طويلة فالتكسير والتكوين بتاعهم ما بيبقوش كتير زي البروتين ماشي تعالوا نقرأ الحتة ديت واقول لكم ايه الحتة المهمة بقى اللي احنا قلناها في الاول طيب هو بيقول هنا ان الفات والكربوهيدريت النايتروجين اللي بيدخل في تكوين الامينو اسد اللي هو اللي هو عشان يتكون البروتين ده ما بيتخزنش في الجسم فعشان كده كل البروتين يعني ايه ديناميك تتكسر تتكسر تتكون بي يكون دي جريدد يعني تتكسر انتو زير بتتكسر الامينو اسد بتاعهم وبعد كده ترجع ترجع تتكون كتين طيب البروتين بيعد في ويزيد في الكلام اللي هو بتتكون برضو من الامينو اسد دي خلاص احنا عارفينها بيقول برضو ان الهوف لايف اوف مني بروتين زي ما قلنا بتكون شورت بتقعد بس الساعات فعشان كده التكسير والتكوين بيكونوا على طول باستمرار وبيكونوا على طول في وقت ايه ام في وقت قليل يعني عشان هو اصلا الهوف لايف بتاعه قليل ماشي اه هنا بقى المعلومة اللي انا بقول لكم ان هي مهمة اللي احنا قلناها في الاول سم امينو اسد ار نان اسنشال اه وتش مين كان سنستز انساية زبادي قلنا نان اسنشال فانا مش هاخده في الضيت ليه لان جسم بيي صنعه فهي سنسات سنسز في البادي فهو بيتصنع في الجسم عادي طيب ايه الاسنشال امينو اسد الاسنشال امينو اسد كان تبيه سنسزايد in human body مش هتقدر تتصنع في الهومن بادي علشان كده لازم ناخدها في الضيت الام اسماعي ديت آآ عايزك بس تطلع منها ان الجملة الاخيرة دي اهم حاجة ان النوع ما بتتصنع في الجسم في مش باخدها في الدايت اما ما بتتصنعش في الجسم فلازم ناخدها فين في الدايت ونعرف برضو ان هو عبارة عن شورت لايف آآ البوروتين شورت لايف يعني بيقعد بس فعشان كده في حالة الجسم بيكون في حالة على طول آآ تكسير وتكوين لايه للبروتين طيب اخر حاجة يعني عن آآ لسه في حاجة ده كمان آآ ماشي آآ بيقول لك هنا برضو معلومتي محسا مش مهمين بس بس عايزك مش عايزين نسيب حاجة في الكتاب يعني آآ آآ الأمينوأسد لو انا مخدتوش يعني اللي 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 بحتاجهم الأمينوأسد اللي ناكله آآ لو مخدتوش بصورة آآ مستمر يعني حاجة أسية يعني او اللي اللي هو الكمية المطلوبة للجسم ممكن يأثر على بقية الأمينوأسد اللي هي بيقول ان الانسافيشان تدياتري انتيك أوف ايفن وان استينشيال أمينوأسد كان كويكلي كوز ديفيشانسي لميني استينشيال أمينوأسد يعني لو حصل نقص بس في واحد من الأمينوأسد ممكن يحصل ديفيشانسي لأمينوأسد كتير ديوتو لمتد سنسيز بكوز زا دكريز دوف الأمينوأسد ليه لان خلاص انا احنا قلنا عايزين أمينوأسد كتير عشان تبعوا الاستينشيال اللي هما بيتصنعه في الجسم عايد فانا ما خدتش أمينوأسد نوع مثلا معين من الأمينوأسد فالنوع ده هيأثرلي على البروتينات التانية تمام على الأمينوأسد التانية مش هيأثر على حاجة واحدة بس تمام عشان البروتين بيتكون احنا قلنا بولي بيبطايد من الأمينوأسد كتير تمام كده ماشي معلومة كمان ان اليورين ما بيكونش على ما فيش امينوأسد يعني ما فيش امينوأسد بينزل في اليورين هنعرف بقى ازاي الاخر ان الامينوأسد يعني بيخرج ازاي وبيتحول اصلا لحاجات كده هنعرفها وبعد كده بيخرج يعني تمام المهم يعني ان الامينوأسد مش بيخرج في اليورين في صورة امينوأسد لا ده بيقضي يتكسر ويخرج هنعرف بيخرج ازاي يعني بيخرج في صورة يوريا بس هنعرف ازاي في الاخر تمام ماشي اه اخر حاجة عن الانتكلم فيها عن البروتين بس نبدأ في عنوان تاني يعني الديجيشن والابزوربشان ازاي بيحصل للبروتين ديجيشن وابزوربشان نرجع للاحياء شوية كده كنا بنقول لما ناكل لحطة لحمة اللي بتدخل توصل للمعدة اول ما توصل للمعدة اللي هيحصل الاتشي سي ال نكتب احسن ودر ما نقول ماشي اول ما بتدخل لحطة اللحمة هي تدخلت المعدة اول ما تدخل المعدة الاتشي سي اللي هيجي يتشتغل عليها ماشي هيحول البيبسنوجن الى ايه الى بيبسن تمام البيبسن دا يروح يعمل ايه يقعد يكسر في الحطة اللحمة يقعد يكسر في البروتين اللي موجود في حطة اللحمة ويكسر البوندس اللي فيها مش حنا قلنا برعا امين واسد وبوبطاية بوند ما حواليها يقعد يكسر في البوبطاية بوند فيكوون للاخر ايه امين واسد طيب آآ هي كده عملية الهضم خلصت لا ما خلصتش هنا بتوصل خلاص خلاص خلصت كده في المعدة تروح على الامعاء الانتستين تشتغل عليها البنكرياتيك انزيم والانتستان الانزيم في يكسرهم لبقى النهاية الخالص للامين واسد يبقى امين واسد مش بينتك فلسطومك لا ما يتم عملية الديجيشن خالص تمام ماشي العبزور بشان بقى العبزور بشان بيتم عن طريق الاكتف ترانسوبورت اكتف ترانسوبورت سيستم يعني بيحتاج طوقة وبيحتاج حاجة معينة اللي هو الفيتامين بي سيكس او اختصاره التاني البي اللي بي اللي هو البيروديكسايل فوسفات بيروديكسايل فوسفات تعال نقرأ بقى الكلام ده بذل الشغوطة دي طيب يبقى اول حاجة الديجيشن بيتم اول حاجة في الاستمك وبعد كده بيكمل بيكمل في الانتستان يبقى هو بيبدأ في الاستمك ويكمل في الاستمك في الاستمك اللي بيحصل البيبسونوجين عبارة عن inactive enzyme اكتيفيتد بالHCL احنا قلنا اول ما يوصل للمعدة الHCL هتشتغل على البيبسونوجين هيحول البيبسين البيبسين ده هو الاكتف فورم اللي هيشتغل على البروتين فالبيبسين هيروح يقصر ايه البيبتايت بونت اف البروتين مولاكيول ترانسوفورمت زيم تو شورتر بولبوبتايت يبقى هي بتبقى لونج بولبوبتايت لأ هو بيقصر فيها لحد ما يوصلها شورت بولبوبتايت طيب كده الديجيشن تم لا ما تمش يروح للانتستين تشتغل على البانكرياتك والانتستين الانزايم فيعمل كومبيليد ديجيشن يبقى هنا بيبدأ الديجيشن في الانتستين بيحصل كومبيليد ديجيشن تمام للبولبوبتايت فهتتكون الايه الامينو اسد طيب الابزوربشن بيحصل ازاي من خلال اكتف ترانسوفورت اكتف يعني يحتاج طاقة طيب بريكوير ايه وبيحتاج عامل مساعد اللي هو الفيتامين بي سيكس او البي اللي بي اللي احنا قلنا بيروديكساين فوسفين تمام ابقى كده اخدنا البروتين اه اتكلمنا على الكيميستري وقلنا ان هو بيتكون من امينو اسد ماسكف بعض ببولبوتايت تشين اتكلمنا بعد كده على السورس بتاعه وقلنا في انيمل وبلانت سورس واتكلمنا على البيولوجيكال فيليو بعد كده وقلنا ان هي في هي اللي هي قدرة البروتين اللي انا باخده الدياتري بروتين يعني ان هي تدي الجسم بروفايد الاباواي بالامينو اسد اللي هو محتاجها وبعد كده اه اتكلمنا ان هي هي هوي بايولوجيكال ولو هي الانيمل واللو بلانت بس مش كل البلانت له في بلانت هوي بايولوجيكال value اه احنا عاملني راجع برضو بقول تاني عشان انتوا تراجعوا كمان معي مش اللي هو ايه مش برجع برجع ليكو تمام عشان تخرج من المحاضرة خلاص اراية بس سريعة كده تثبتوها طيب بعد كده قلنا البروتين ترنو اوفر وقلنا اهم حاجة بس ان في نون اسنشيال و اسنشيال ده مش هاخده في الضيط اه اسنشيال اه اسنشيال بيتصنع في الجسم عادي فمش احنا اتلغبط حاخده في الضيط تمام عشان مش بيتصنع في الجسم اما النون اسنشيال مش هاخده في الضيط ليه لانه بيتصنع في الجسم تمام تمام آآ بعد كده بقى هنتكلم على عنوان جديد اسمه نيتروجين بلانس ماشي النيتروجين بلانس دي يعني ايه بصو بروحه كده هو بلانس يعني اصلا يعني توازن التوازن ده بيكون حاجة لوحدة ولا حاجة قصة حاجة فهو توازن ديت يعني حاجتين مع بعض كده وهنعمل مقارنة بينهم عشان اشوفهم متوازنين ولا لا تمام كده ايه هم الحاجتين احنا بنكلم عن النيتروجين بلانس النيتروجين ده اللي بيدخل فيه في تكون الامينوأسد اللي بيدخل في تكون البروتين يعني هشوف الكمية اللي انا واخدها من النيتروجين او البروتين بتساوي اللي خرجها ولا لا دي البلانس يبقى بلانس اي حاجة حاجة بين حاجتين تمام يبقى هكرم بين حاجتين هكرم بين ايه بين الانتك وما بين الاوتبوت اللي داخل واللي خارج فانا عندي تلت احتمالات للبالانس دي اي معادلة في الدنيا لها تلت احتمالات او اي حاجة بن حاجتين لها تلت احتمالات لأما الانتهج يساوي الأوتبط لأما الانتهج أكثر من الأوتبط لأما الانتهج أقل من الأوتبط مش دي الاحتمالات guide gov لا اقلق او الانتهج increت يساوي measures of improve اكتر لا أقل تمام الانتهج دي بيساوي ايه بيساوي برضو في كلمة شبيهة لي ان هي لما تكون بروتين ما هو لو الانتك بتاع النيتروجين كتير فهيتكون او مينو أسد كتير فهيتكون ايه بروتين فالبروتين ايه بيلت او اللي نكونه يعني او سنسز طيب الاوت بوت يعني ايه البروتين كاتابوليزم التكسير بقى بتاعه هنا بناء هنا تكسير عكس بعضه يبقى انتك او او كلمة كمان اللي هي البروتين انه بيلت او سنسز والبروتين كاتابوليزم او اللي هي تكسيره يعني لابناه ولا تكسيره تمام كده تمام طيب احنا قلنا عندنا تلات حق تلات احتمالات نقول برضو تلات احتمالات دول لهم معاني تانية احنا قلنا لقيه ما الانتك بيساوي الاوتبوت دي معناها ايه دي معناها ان كده نورمال يبقى الانسان ده نورمال عادي طيب لو الانتك اكتر من اوتبوت الانتك اكتر دي معناها بوسطف نيتروجين بالانس ليه بوسطف عشان احنا قلنا الانتك اكتر يبقى البروتين هيتكون اكتر فالبروتين بيتكون كتير فدي بوسطيف طيب لو الانتج اقل يبقى دي اسمها يبقى دل التراتة احتملات عندي لاما نورورمر لاما بوسطيف لاما نمسح بقى الشغبطة دي نتكلم بقى على نظافة كده يعني نتكلم كلم علمي احنا كده فهمنا نتكلم بقى هي عبارة عن ified difference between الفرق مبين والفرق طيب احنا قلنا عندنا ثلاثة ايهما التنة احتمالات اول احتمال اللي هي متوازنة وخلص اللي هي الانتاج بيساوي يبقى انا في كل احتمال هاشوف الانتاج ولا او بيساوي بعض ولا اكتر ولا اقل و هاشوف بيتم الكلم ده فين او الحاجة دي فين تمام دي اول احتمال تاني احتمال قولنا الانتاج بيساوي اكتر من ex restoration اللي هي بوصد من utric Kinx balance تلات احتمال قولنا الانتاج اقل من ex restoration اللي هي negative abdom hormones تمام الاول واحدة ان هي الانتيج بيسوي معناها ايه برده معناها ان البروتين بولت بناء البروتين بيسوي تكسير زي البروتين كاتابوليس تمام بيبتح صرف امتى في النار مال هيلثي اضلت لازم ان يكون ماشي مش عندي مشاكل صحي او كده لازم ان نلاقي الانتيت بيسوي البنت ا爷 اقولها الانتيج اكتر من الاستكريشن يعني ايه انتك يعني البروتين البناء اكتر من الكاتابوليزم عشان كده سميها انابوليك انابوليك يعني ببني ليه عشان تصنيع البروتين يعني اكتر من تكسيره ده بتحصل امتى بيحصل لو حد لسه بيبني جسمه من اللي هيكون بيبني جسمه او جسمه هيبقى شغله على طول او جسمه في حالة بناء امتى لو في الطفل الصغير اللي لسه بينمو انا عايز اكون آآ عايز اكون يعني بروتينات كتير عشان تبنيلي تقدر تدخل في بناء الجسم ده فعشان كده عنده في ال ادر تريجافورنج فروم ميجور ايلنس لو واحد عند كان عنده مرض وبيتعافى هيتعافى ازاي ان بيبدأ يكون جسمه برضو يبدأ يكون بروتينات بحيس ان هو ايه يقدر يتعافى بسرعة في اي واحدة حامل بيبقى اصلا محتاجة عايزة لها وللبي يعني فعيا الجسم برضو بيتكون بروتينات كتير عشان ايه يكفي احتياجاتها هي والبيبي تمام كده يبقى احنا كده عندنا بوست تلات حاجات انتيج اكتر من دية اللي معناها اصلا انتيج اكتر من اكتر من اكتر من يعني معناها ان الجسم بيبني بروتينات يعني في تحصل في تلات حالات اللي هم اول حاجة في تاني حاجة في الادلت لو هو كان عنده ايلنس وبيتعافى منه اخر حاجة في الحاجات دي مهمة بتيجي ممكن تيجي برضو لو عندك بتيجي عادي وهنشوف الاسئلة هاجات لكم ازاي في الاخر ونحلها برضو ان شاء الله ساوي طيب الاخر حاجة بقى يعني ايه قلنا يعني ايه برضو يعني التكسير اكتر من البناء يبقى البروتين اقل من البروتين يبقى البناء اكتر اا اقل من التكسير عشان كده اسمها كتابوليك يعني تكسير بيكسر البروتين ليه عشان قلنا الانتيج قليل فهو الانتيج قليل نتيجة ايه يعني نتيجة ممكن يكون التكسير كتير فما فيش بروتين كتير اصلا تمام دي بتحصل فين لاما واحد هو اصلا مش بياخد اصلا بروتين كتير فعشان كده الانتيج بتاعه قليل لاما البيومنورية يعني ايه بياخد البروتين عادي بيأكل بروتين كويس عادي بس بيفقده في اليورم بطرقة كبيرة يبقى كده ديت ايه اه برضو البروتين ما عادش في الجسم اه في حالة سيفير ان كنترول دايبيتس ميليديس او هايبر سيروديزم او تيبيركولوزيز التلات امراض دول والكنسر كمان بيعملوا ايه بيخلي الجسم في حالة اللي هي شغالة على طول قوي 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 عمالها تكسر يعني بيخلي الجسم في حالة تكسير فعمال يكسر في اي حاجة فبيكسر في البروتينات من ضمن الحاجات اللي بتكسر بيكسر البروتين فبيكسر البروتين فعشان كده دي بتكسير كتير قوي عن الايه عن البناء مش يعني ممكن يكون هو بياخد كمية كويس عادي بس التكسير بتاعه عالي يبقى هنا المشكلة ايه في التكسير اكتر يعني في الامرات دي تمام يبقى احنا كده فهمنا اللي هي معناها يعني ايه يعني الجسم الامة ما بياخدش اصلا الانتك قليل لاما الانتك قليل قوي لاما هو عمال بياخد بصورة كويس عادي بس عمال يكسر تمام الانتك قليل في حالة المال نيوتريشن يعني في مجاعة مش بيكل كويس الالبيومنوريا بيكل كويس بس بيفقده في اليورم على طول في اربع امراض بهمين الضيابة اسم الليديس والهايبر سيروديزب والتيبي والكانسر دول الاربع حاجات دول بيزود الكاتابوليزم بيزودوا التكسير حتى لو بياخد كويس بس هما بيقسروا كتير تمام يبقى كده النايتروجين بالانس اتمنى تكون وضحة ومهمة مهمة جدا يبقى احنا قلنا تلات احتمالات لاما في بالانس اللي هو الانتك بيساول ودي في النورمال هيرسي اضلت لاما اللي هو يعني البروتين بي نكون بروتين كتير الانتك اكتر من الانتك بيساولة ثلاث حالات لاما الكرونك تشيردرن لااما في الادلت وهو بيحصل له منيجر لاما في نيجاتيف يعني الانتك اقل من الانتك بيساولة جدا دي بتحصل فاربة حالات لاما مالنيوتريشن لااما لاما لاما ضيابيت اسمليتس وهايبر لاما ايه? لاما التي بي او تمام? طيب بعد كده بقى احنا كسرنا البروتين وكوننا امينو اسد اما تكونت بقى امينو اسد اما تكونت يعني هيحصل لها ايه بعد كده? ايه هي الفيت بتاع الابزوربت امينو اسد تمام? الابزوربت امينو اسد بتدخل بتدخل يعني خلاص الجسم القصر البروتين وحصل ابزوربت امينو اسد خلاص هنعرف ازاي حصل ابزوربت دلوقتي وعايزة تقلص منها فالامينو اسد هتكلم دلوقتي تلع عن اه حاجتين اللي هو اصلا بتيجي من ايه? الامينو اسد ديت? وبخلص منها ازاي? تمام? الامينو اسد اللي بتتكون بتدخل في حكس مع امينو اسد بول الامينو اسد بول ده يعني ايه? يعني كمية الامينو اسد اللي موجودة في البرد. يبقى امينة قصد بول ده يعني كمية الامينة قصد اللي موجودة فين في البرد. دي معنى امينة قصد بول. طيب الامينة قصد بول ده بيتكون منين? يعني الامينة قصد اللي موجودة في الدم دي بتيجي منين? بتيجي من ثلاث حاجات. تمام? اول حاجة البروتين دي جردش. يعني احنا لسه اقللين تكسير البروتين بيكون ايه? امينة قصد صح? فهو تكسير البروتين بيكون امينة قصد وبيقول لك بس افتكر ان الجسم على طول في حالة ان هو البروتين في حالة تكسير وعادة تصنيع على طول ليه لان هو تمام حلو كده يبقى اول حاجة من تكسير البروتين تاني حاجة بتتصنع اماينو اسد احنا قلنا في اماينو اسد بتتصنع في الجسم اماينو اسد ايه هي الاماينو اسد اللي بتتصنع في الجسم اللي هي نون اسنشيال يبقى نون اسنشيال اماينو اسد قلنا اللي هي بتتصنع في الجسم عشان كده مش بحتاج اخدها في الضيط يبقى نالسنشي الامينو اسد دي بتتصنع في الجسم عادي تمام يبقى ديها التاني حاجة يبقى اول حاجة لاما تكسير البروتين تاني حاجة هي اللي تصنعت في الجسم تالت حاجة بقى ابزور بد امينو اسد في روم الدياتري بروتين انا خدت دياتري بروتين وفي امينو اسد كتير فانا ايه الجسم متصه تاني تمام يبقى ديها التلات احتمالات اللي هو اللي بيتكون منها الامينو اسد اللي موجود في البلد. بتتكون ازاي? بتلات احتمالات. لاما تكسير البروتين. لاما هي بتتصنع في الجسم اللي هي نان اسسنشيال. ما نقولش كلهم. النان اسسنشيال هما اللي بتصنعها في الجسم. لاما من الابزوربد ايه? اه ابزوربد من الدياتر بروتين. طيب. اه خلاص هي امتصت وخلاص خطها. طب انا هعمل ايه بقى? هعمل ايه بيها? بتدخل في تكوين اربع حاجات. يبه هي بتيجي من تلات حاجات تدخل في تكوين اربع حاجات. تدخل في تكوين تاني البروتين. احنا قلنا البروتين تاني. بيقعد يتكسر ويتكون. فهي تكسر. ده انا امانو اسد. الا امانو اسد استخدمناها تاني عشان تكون تاني البروتين. تمام? اي بروتين بقى سواء كانتشو بروتين او الملك اينزايم في بلازمو بروتين اي نوع بروتين. فيه بتدخل في تكوين ازبايشيال او زي ايه اه. اا الهيم اللي هو الهيماهểu هما زوجifique 2 في عارفين ان انه هي روتبوريبي كواهم من روتو بروفن و اي ايه والحديد السيناف الي هو الفيرس. البروتوبورفن ده بيكواهم من حاجتين الغلاي재ين والساكسوليال الكويء مش مهم من查 الالجلايسين ده امانو اسد فاامانو اسد بيدخل في تكوين مش مهم للحاجاة اللي احنا حاجناها دي المهم. الامانو اسد بيدخل في تكون الهيم بيدخل في تكوين الحاجات دي كلهم يدخل فيهم امين لا تشغيل shading ازاي يعني? هيم وميلانين وادرنين وسيروجين. بيدخل في تكوين حاجة اسمها نان بروتين نيتروجنس كومباون. يعني ايه? يعني هي نيتروجنس كومباون فيها نيتروجن عادي بس مش بروتين عادي يبقى ماينو اسد بيتكون في حاجات بروتين ونان بروتين. البروتين قلنا خلاص اي نوع من البروتينيات. النان بروتين اللي هي زي مسأل الكرياتينين وهنقول امسالة تانية برضو في الاخر كده في كم مسألة عليهم الكمال. اه بيدخل في تكوين البيرين والبيرميدين برضو اللي احنا اللي هما مهمين في تكوين الدي ايه والارن ايه تمام? يبقى كده الامينو اسد. في الصورة ديت هي هيها كلام. يعني لو مش حد عايز يقرأ بكلام تاني يقرأ يشوف الصورة وخلاص. هي الصورة بتقول ايه? ان الامينو اسد بول اللي هو الامينو اسد اللي موجود فين? في البلد. دي معناه تمام? بيتكون من ايه? بيجي من تلات حاجات اهم. دول الثلاث حاجات اللي بيتكونهم. انا اعرفهم ازاي? السهم الرايحة هو. يعني بيديني امينو اسد. ايه هما? اول حاجة تكسير البروتين. تاني حاجة ان هي سنسد من النوم استينشيل امينو اسد. شفت قطب ما تقولش الجسم بيصنع امينو اسد وتسقط. لازم ان تقول بيصنع النوم استينشيل امينو اسد. لاني في امينو اسد ما بتتصنعش في الجسم. تمام? او ابزوربت من الدياتري امينو اسد. يبقى دياتري البروتين. يبقى دول التلات حاجات اللي بينطج منهم الامينو اسد بول. طيب الاربع حاجات اللي بيكونهم اهو السهم خارجهوت. فالامينو اسد بيكون ايه? بيكون الاربع حاجات دول. بيكون البروتين اي حاجة بانواعهم. بيكون بروتين درايفيتفز اللي هي المشتقات بتاعه. احنا قلنا الهيم والسيرويد هرمون والملانين والادرينين. الحاجات دول بيدخل فيهم امينو اسد. بيكون نون بروتين نيتروجناس كومباوند. دي حاجة بقى الرقم اربعة هي تبورين وبيرامدين اللي هما ايه تخروف تاكونات دين ايه تمام يبقى كده ديت ملخص الكلام بيجي منين وبيكون ايه طيب الاماينو اسد بقى احنا قلنا فيه اه في الجسم ممكن يقدر يصنع اماينو اسد اللي هي نون بيصنعها ازاي فيه تلات خطوات اول خطوة اللي هي وفيه تاني خطوة اللي هي جلوتاميت دي هيدرينيز وثلات خطوة جلوتاميت سينستيز تمام ماشي اول حاجة بقى الترانس اماينيز الترانس اماينيز ده عبارة عن ايه الترانس اماينيز ده عبارة عن انزيم الانزيم ده من اسمه اسمه ترانس اماينيز يعني بين الامونيا تمام بين الامونيا اللي هي من ايه? من اموينو اسد لالفا كيتو اسد ليه? عشان يكون الفا كيتو اسد جديد وعشان يكون الفا كيتو اسد جديد واموينو اسد جديد بدل اللفة دي كلها تعالوا نفهم بالروح بصوا обрат to the action الي تحت ده احنا عندنا الجلوتاميت الجلوتاميت ده اصغر واهم اهم اصلا اماغا سيحصل عليه كل التفاعلات اللي جاء معظم التفاعلات اللي احنا نشرحها بعد كده ماشي اه الجلوتاميت ده امينو اسد تمام? وده الفا كيتو اسد. الالفا كيتو اسد ده عبارة عن ايه? عبارة عن اه زرية كربون ماسك في اكسوجين وكربوكسيل. تمام? ده اسمه الفا كيتو اسد. تمام كده? وده الجلوتاميت امينو اسد اللي احنا قلناها تركبة الامينو اسد. قلنا زرية الكربون ومجموعة الكربوكسيل والامينو جروب. كربوكسيل متكبن بها التكافؤر تمام؟ مع الرسمة اللي احنا دلناها ماشي فيعني ايه بقى? transl communis there trans aminais comines dates heroin thyme be conservative train session هنشرحها بعد كده بعضه بنسب إنه تم transparent transition transe amination трans amination quit connoup فيا هنقلل ten자�atives ده هي تمام? استنوا نجيبها من اول بقى عشان ما نتلقى بطش. انا هنقل الامينو جروب دي. هنقلها منين? من الامينو اسد ده. هواديها فين? هواديها الالفا كيتو اسد. فهيتكون لي ايه? هيتكون لي الفا كيتو اسد جديد او ده كان موجود هنا? لا. وهيتكون لي امينو اسد جديد. اللي نقلته هنا. بكل بساطة. انا نقلت الامونية ده هي من المركب دي وديتها للمركب دي. تمام? فكونت الفا امينو اسد جديد. وايه? وايه? والفا اه كونت امينو اسد جديد والفا كيتو اسد جديد. يبقى تاني. بالراحة خالص. الترانس امينيز بيعمل ايه? بيحاول. يعني يحاول. والامينيز الامينو جروب. فهو ترانسفير الامينو جروب من ier الجلوتاميت. عشان يودها لاي? لألفا كيتو اسد. احاول لي بيحاول لمن الجلوتاميت يودها له الفا كيتو اسد ليه? عشان يكون الفا كيتو اسد نيو الفا كيتو اسد ونيو امينو اسد طيب نسمع على كده في حاجتين اهم حاجة في حاجة كتير بس اهم حاجتين الا trov و الاساسبارتيت اسمه اسبرتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات جديد هيكون لالفا كيتو اسد هيكون لالفا كيتو اسد جديد ويكون لاماين واسد جديد تمام فدية ازبرت الترانس امينيز او اللي هي الانين ترانس امينيز ودولة بيحصلوا فين في الليفر اشهر حاجة تمام كده تمام في معلومة اخيرا ان انكريز السيروم ليفل انديكيت التشو دامج زي هاف بين يوز داس كلينيكال ماركر يعني ايه لو لقيت الاي سي تي والاي اللي تي والاعليين معناها كده التشو ده حصلوا دامج في دامج في التشو فعمال يكسر فالاي اللي تي والاي سي تي علين اول تمام وبنستخدمهم كلينيكال ماركر وخصوصا فين في اللا انا بشوف الليفر انزيم او حاجة بشوف الاي اللي تي والاي سي تي وخصوصا اكتر اكتر الاي اللي تي لانه داس بستفك لايه اه لليفر يعني اكتر من الاي سي تي تمام ميش يبقى دي كده اول خطوة في في تصنيع الامينو اسد اللي هي سنعطى امينيز ازاي ان انا امينو جروب من اه امينو اسد اه اه وديتها الالفا كيتو اسد فعشان كده كونت الفا اه الفا كيتو اسد جديد اه امينو اسد جديد تمام كده تمام واشهر مثلا قلناهم الاس تي والالتي ولو زادوا معنا كده ان فيه تشو دامج شو بيستخدمه كمركر يعن انا اه اشوف في شو دامج جعلي او لا يعني تمام دي اول حاجة التاني خطوة حاجة اسمها جلو تميت جلوتاميد دي هييدروجينيز الجلوتاميد دي هييدروجينيز اه ده جلوتاميد من اسم جلوتاميد فده بيشتغل على الجلوتاميد بس تمام فبيحول الجلوتاميد اه يحوله الالفا كيتو اسد جديد والامونيا الاامونيا تدخل ايه؟ تدخل في عاجات تانى يبقى الجلوتاميت دي هيدروجينيز ده بيعمل ايه? بيحول الجلوتاميد يبقى الجلوتاميد دي هيدروجينيز مlished الحال rescانية لغلوتاميس خلوا بالكم استعمل ان السحب مرايح جاى. فممكن اتفع إليه مش كده او كده. يبقى الجلوتاميت دي هيدروجينيز. لاما يتغل على الجلوتاميت ويكسره. تمام? ده لو لو في حاجة يعني مثلا في مرض او حاجة هيعمل كده زي مثلا الضيبات الزوامي قلنا والهايبر تينشن والهايبر سيروديزم. الحاجات دي قلنا بتكسر كتير فدي التكسير. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في في البناء هيكون ازاي? هنكون ازاي الجلوتاميت? الالفا هنجيب الفا كيتو جلوتريت اللي هو الفا امينو اسد ونحط عليه امونيا وفي وجود انزيم الجلوتاميت دي هيدروجينيز فهيصنع الجلوتاميت. تمام? تمام. يبقى دي اسمها جلوتاميت دي هيدروجينيز. جلوتاميت دي هيدروجينيز من اسم جلوتاميت فهيصنع جلوتاميت. هصنعه من ايه? من حاجتين. من الفريق امونيا وهصنعه من الالفا كيتو جلوتريت. الاتنين مع بعض دول هيتحدوا مع بعض في وجود الجلوتاميت دي هيدروجينيز انزيم فهيكون لي جلوتاميت. طيب اخر حاجة اخر حاجة اسمها جلوتامين سنستيز سنستيز هي في فرق ما بين سنزي تيز وسنسيز الفرق تي لو كتبنا سنسيز هنكتبها كده تمام دي معلومة هي مش مهمة قوي بس لكم يعني سنسيز وسنستيز الفرق تي تي ديت معناها ان التفاعل اللي هيحصل ده محتاج طوقة تمام ما فيش تي فعادي مش يعني سنسيز عادي مش سنستيز فالتفاعل مش هيحتاج طوقة التي ديت يعني محتاج طوقة تمام بس دي معلومة لكم انتم يعني عدوها لو عايتين تعدوا عادي ايه هو الغلو تمين ببقى ده اللي هو بيحول الفريق امونيا والغلوتامات لجلوتمين يبقى انا الفريق امونيا مع الجلوتامات لو مشخوا في بعض هيحاولوا الغلوتمين ده اسمه ايه غلوتامين سنستيز غلوتامين سنستيز يعني هكون جلوتامين هكونه ازاي من امونيا وجلوتامياد تمام آآ بيقول بس ان التفاعل ده مهم بس عشان لو في امونيا كتير في اه في التيش� want to shower لو في فري امونيا كتير فانا مسكة في اللوتاميت ما تمسك في الجلوتاميت تكون الجلوتامين اتخلصت من امونيا لان الامونيا اصلا هو مركب تكسك اه بيعمل عالية يعني او سم جدا للجسم فحتج لانه بيعج بالن حاجز بتاع الـ brain فبيدخل فيعمل يعني فديه آآ ابتفاع ده مهم يعني لو في فري امونيا عشان اتخلص منها يعني فتمسك في الجلوتاميت فتكون جلوتامين تمام يبقى كده خلصنا السنسز بتاع الامينو اسد اللي هم تلت خطوات لاما لاما ترانسو امينيز دي اول خطرة ترانسو امينيز اكون امينو اسد جديد ان انا الامونيا من حتة لحتة تاني حاجة الجلوتاميت دي هيدورجينيز هتكون جلوتاميت من الامونيا والالفا كيتو جلوتريت تلت حاجة الجلوتامين سنسز لو عندي فري امونيا كتير تمام تمام بعد كده الكاتابوليك فيت بتاع الامينو اسيد الامينو اسيد خلاص انا كونته وكل خلاص الجسم امتصه انا عايز اخلص منه بقى هخلص منه زي هعمل امينو اسيد كاتابوليز هكسر الامينو اسيد ده هكسره زي ان انا هعمل اول خطوة اه فاكرين الرسمة بتاعته اللي احنا قلناه في الاول خالص هي وبعدين كده اتش والار والكربوكسيليك جروب والكربوكسيليك جروب وايه والامينو جروب تمام فانا هعمل ايه هكسر الامينو اسد ده هكسره هيديني ايه هيديني الامونيا اللي هي الامينو جروب ده وهيديني الكربوكسيليك اسد والحاجات دي كلها اللي هي ايه الفا كيتو اسد يبقى الامينو اسد لما يتكسر هيديني ايه هيديني امونيا وهيديني الفا كيتو اسد تمام يبقى امونيا والفا كده قاسد ده لما يكسر. طيب انا عايزة اكسره بقى هكسره ازاي? بطلات آآ في تلات آآ تلات عمليات يعني او تلات خطوات هيتكسر بيهم. تلات طرق. آآ اول حاجة تاني حاجة تاني حاجة تلات حاجة ترانس ماشي هنعرف كل واحدة بتتم ازاي? بالروحها وايها شهر واحدة في يوم في الاخر آآ ايها من واحدة في يوم يعني. طيب من كل واحدة كده نركز كل واحدة من اسمها. يعني ايه ترانس? هنقل. امينيشان امينجروب. نفس فكرة ازاي الترانس امينيشان اللي احنا شرحنها. الترانس امينيشان هنقل امينجروب. من الفا كيتو اسد هيت. آآ من امينو اسد قصدي. هواديها الالفا كيتو اسد اهو. عشان تكون لي الفا كيتو اسد جديد. وتكون لي امينو اسد جديد. تمام? ميشي. يبقى كده انا قلت الامونجروب هاي. من هنا لهنا. فكوانيت لي ايه? امينو اسد جديد. العملية ديت بتتم عن طريق انزيم اسمه امينيز. احنا لسه ايلينا. طيب انتو من وجهة رأيكو يعني من وجهة نظركو. اه في هنا امونيا خرجت. عشان دي فرق بين حاجة وحاجة. يعني انتو لقيتو في امونيا يعني كتبنا زائد ام 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 جروب كده. ما كتبنايش صح. ليه? لان احنا ما خرجناش ما ما شلناش الامونيا او الامونجروب. احنا قلنا نقلنها. يعني هنقلها. ما شلتهاش. مهمة اولا لو مثلا جالكو تعريف الترانسو ام 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 شان ان نكتب نوع فري ام امونيا. يعني انا مش اخرج ام 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 كده مش يبقى فيه عندي فري ام 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 كده بره. لا انا نقلتها. ما تخلصتش منها. ودي فرق ما بين ديت واللي بعدها اللي هي الاكسيديف دي ام 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 جروب من ام 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 جروب من ام ام اصد عشان اكون ايه اموينو اسد جديد وزنو فري امونيا ما تنسوش بس اكتبوا الاول اه 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 امونيا في اول التعريف عشان هتنسوها ودي اهم كلمة اصلا وبيتم ازاي من ترانس امينيشن تمام تمام بعد كده الاكسديديف دي امينيشن اكسديديف دي امينيشن يعني ايه من اسمها برضو اكسديديف اهم الاكسديديشن اكسديديشن دي بتتمي بطريقتين لاما هضيف اكسجين لاما هنزع هيدروجين الحاجات دي احنا عارفينها تمام اه دول الحاجتين اللي معنا بنفق اكسديديشن يبدي اكسديديشن دي امينيشن يعني ايه دي يعني هنزع امينيشن امينيجروب فانا هنزع الامونيا هنزع معناها ايه يعني هخرجها برا يعني هتلاقي في اخر التفاعل اني اتشيسري كده مكتوبة لوحدها يبقى كده انا خرقت امونيا عادي التانية دي اللي بقول لكم الفرق بقى ما بينها وما بين الترانس امينيشن انا نقلتها اما هنا خرجتها خلص تمام ماشي اه الاكسديف دي امينيشن قلنا هنعمل حكتين هعمل اكسديشن وهعمل دي امينيشن طيب اعمل اكسديشن ازاي انا اشتغلت على الجلوتاميت او الجلوتاميت انا حولته لالفا كيتو جلوتاريت ماشي عملت انا عايز انا اهم حاجة عندي انا عايز اشوف العمليتين اللي حصل الاكسيديشن والدي امينيشن. اذا خرجت هيدروجين هوت يبقى كده حصل الاكسيديشن. فقدت هيدروجين. وفقدت ان اتش سريا هوت الامينو جروب او الامونيا هيت يبقى كده دي امينيشن. فهمتوا ازاي حصلت? طيب انا حطيت هنا بقى النات بي عشان اضيف له بس الهايدروجين اللي انا خرجتها فيبقى نات بي اتش. اه ده يعني تكملة التفاعل بس مش مهمة تعرف التفاعل قوي. اهم حاجة تعرفوا ان هحوله بالجلوتامين ده هيدروجينيز برضو اللي احنا قلنا بيشتغل مع الجلوتامين فهيتكون ايه? هيتكون الهايدروجين وهيتكون الامونيا. هيدروجين عشان ده حصل اكسيديشن والامونيا عشان حصل يبقى دي امينيشن. تمام? تمام. يبقى احنا كده اخدنا ترانس امينيشن. بصوا ركزوا كده في اسمها تاني. اسمها ايه? دي امينيشن. جمعتلي اللي اتنين مع بعض احنا قلنا اول واحدة اسمع تاني واحدة الترانس دي امينيشن اللي اتنين مع بعض بقى تمام حصل حكتين حصل يعني الاول خلص الاول حصل يعني نقلت من الفا كيتو اسد من امينو اسد فكونتلي من امينو اسد فكونتلي alpha كيتو اسد جديد واامينو اسد جديد تاني حاجة عملتها ايضا كده انا عملت ايه دي الاول نفي تاني حاجة عملتها ازاي قولنا بيتم بانزيم اسمه TJ�� midst بيتم بانزيم اسمه ترانس امينيز و الملتم يديد القصد ا spine عمل ايه خرج لي امونية والهايدروجين. عمل تمام? يبقى ديت وديت بالمناسبة اهمهم هنقولها دلوقتي بس دي اهم واحدة فيه. يبقى اهم مسود. اه ان انا اكسر الامينو اسد بها ايه? اقول لي تلات طرق اكسر بهم الامينو اسد وعرفنا كل واحدة الانزيم اللي بيشتغل فيها ازاي وبتشتغل او بيتم الزي. تمام? اهمهم ايه بشان هي شاملة الا اتنين فهي ايه? الاهم بقى عشان الاتنين بيحصلوا فيها. طيب ان بيبقى هود عن بي الترانس دي امنيش ت Pastations وفي الدون لالامينو اصد. يعني تقيقل مين ميكانيزم? ان انا ا troufor التنين شاملة ايه فهي الاهم وهي الاولى ان هي تكون ايه? اهم واحدة يعني. تمام? في اني بي كمان ان ريفيرزابل اوف ترانس دي امينيشن المن ميكانوزم اوف سنسيز لنان السنشي الامينو اسد. يعني انا مما ارجع اكون امينو اسد جديد همشي بقى بالعكس. هعمل ريفيرز للترانس دي امينيشن. لو بصنا في التفاعل ده هتلاقي رايح جاي. ليه? لاني ممكن بعد ما قسرت ارجع كونت يعني انا قسرت اهوت وخلاص وكون لي انا قسرت اهوت وخلاص كونت للااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش احنا قلنا الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طرق برضو. يبه احنا قلنا الامونيا لها تلات طرق والالفا كيتو اسد لتلات طرق. الالفا كيتو اسد لاما يرجع يكون ننقس انشيا الامينو اسد مش احنا قلنا قلنا الالفا كيتو اسد مع مع الامونيا هيرجعوا يكونوا امينو اسد تاني. هو ممكن يرجع يكون امينو اسد تاني. او ممكن يتحول لحكتين. لاما جلوكوز لاما كيتو مبضي. على حسب الامينو اسد اللي تكسر. غلوكوجينيك امينو اسد. فهيكون غلوكوز. طب والله الامينو اسد اللي تكسر اللي انا قصرته كيتوجينيك. فهيكون كيتون بودز. ايه هم بقى اشهر امثلة للغلوكوجينيك امينو اسد. مسلا البيروفيت والاكزالو اسيتيت. تمام? البيروفيت والاكزالو اسيتيت دول غلوكوجينيك امينو اسد. يعني ان غلوكوجينيك امينو اسد. هيروحوا يدخله الكريبسيسيكل وهيكونوا تاني غلوكوز ويكونوا لغلوكوز تمام ودي معزم امينو اصد غلوكوجينك طب ايه هم الكوتوجينك با امينو اصد الكوتوجينك امينو اصد اللي هم inventive the بيكونوا يعني بيكونوا بادي عشان كده اسموهم كوتوجينك امينو اصد كتوجينك امينو اصد تمام? بيقول برضو ان في حاجة اسمها ميكسد امينو اسد الميكسد امينو اسد دول ممكن يكونوا جلوكوز او كيتون بوضل حكتين الاتنين مع بعض زي مسلا والفنية الانانين والتيروزين والتريبتوفين طيب الخلاصة بس هنا عشان احنا خلاص قلنا الان بي وخلاص عرفناهم ان هما امينو اسد جديد وكده يبقى خلاصنا كده لايه الامونية قلنا تلات طرق بتاعتهم لايما امينو اسد برضو تاني يرجع يكون امينو اسد مع الامونية لاما يتحول لجلوكوز لاما يتحول لكيتون بضي لاما يتحول اللوم هما الاتنين طيب اه يتحول لجلوكوز على حسب بقى هو ايه لو هو جلوكوجينك امينو اسد جلوكوجينك يبقى هيتحول لجلوكوز زي مثلا البايروفيت والاكزيلو اسديد طيب لو هو كيتوجينك زي اللايسين والليوسين الاتنين دول كيتوجينك فهيتحول لكيتون بضي لو هو يعني في يعني يعني هيتحول لإيه? هيتحول لجلوكوز وكيتم باضل اتنين. زي والفنيل والتيروزين والتريبتوفين. تمام? يبقى لحد دلوقت كده قبل ما ندخل بقى في امونيا. احنا اخدنا ايه? اخدنا البروتين كيميستري. وقلنا ان هو عبارة عن ايه? عبارة عن آآ امينو اسد متحدة معمولة ببطايدة شين. وقلنا الصورس بتاعه والبيولوجيكال فيه وقلنا ان هو آآ في منه الامينو اسد بيكسر الامينو اسد والكون الامينو اسد ده لاما اسنشيا اللي هو في حالة على طول من التكسير والتكوين. وبعد كده قلنا النيتروجين بلانس وقلنا ان هي تلاتة احتمالات لاما في بلانس الانتيج بيساوي الاوتبوت وضيف النورمال لاما آآ آآ اللي هو التكسير الانتيج اكتر من الاوتبوت يعني ده التكوين اكتر يعني وده في ثلاث احتمالات لاما في اه لاما 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 قلنا ادلت وبي من دي مراجعة سريعة كده ماشي واخر حاجة اه قلنا اللي هي الانتيج اقل من الاوتبوت يعني دي يعني فيه تكسير كتير ده فارب حالات لاما اه لاما لاما يتريشان مش بيأكل كتير او آآ اللي هو اللي بيأكل بس بيخرج في لاما في اربع امراض عندنا اللي هو كانسر او ال Soviets وده قلنا الحاجات ديت بتعمل ايه بتزود التكسير طيب خدنا بعد كده او الابزوربشان وتضيجيشن بتاع البروتين من سيلا نقولهم اه قلنا الابزوربشان لازم ان بيحتاج البي اللي بي او الفيتامين بي سكس ودي مهمة والديجيشن بيتم في الاول في الاستمج وبيتكمل في الانتستين طيب بعد كده قلنا الامينو اسد سينسيز وازاي صنعت امينو اسد من تلات طرق تلات انزيمات اللي هو ترامس امينيز وجلوتاميت دي هيدورجينيز والجلوتاميت سينستيز وقلنا بعد كده الافيت بتاع الاملينو اسد اه قلنا التكسير الامينو اسد بيتم بترات طرح لاما ترانس امينيشن اما ترانس اه لاما يعني او دي اما ترانس دي امينيشن وبعد كده قلنا الفيت بتاع الا papa كيتو اسد لاما هييدكون امينو اسد تاني لاما هييدكون جلوكوز لاما هييدكون كيتوم بودري او تجين議entyز على حسب هو او او الтерانيين او seventh او او خيتو جينيك او اللي هو ميكسد الاتنين مع بعض.